سبعة الخير يا سنة تالتة احنا النهاردة هناخد درس جديد ودرس المحيط. المحيط احنا خدنا الترمي الاولاني وقلنا المحيط هو انا هجمع اطوال اضلاع الشكل اللي قدامي. طيب انا عندي هنا الشكل الاولاني ده ايه يا سنة تالتة? المستطيل. وانا عارفة ان المستطيل ليه طول اللي هو الضلع الطويل. وله عرض اللي هي الاضلاع الصغير. وقلت الطول ده ادو الطول ده. والعرض ده ادو العرض ده. خلاص كده? طيب. يعني هنا بيقول لي لو قال لي هنا الطول 9 سنتي. والعرض ده 4 سنتي. يبقى بالتالي الطول اللي قدامه ده هيبقى 9 سنتي برضو. والعرض اللي قدامه ده هيبقى ايه? 4 سنتي. طيب. تعالوا نجيب محيط المستطيل اللي قدامنا ده? احنا قلنا محيط يعني انا هجمع اطول اضلاع الشكل كلها. فانا عندي هنا الطول تسعة زائد تسعة زائد اربعة زائد اربعة. انا عندي هنا ايه اللي حصل لان ساعة تالتة? التسعة قررت مرتين والاربعة قررت مرتين. فهعمل ايه? هقول تسعة زائد اربعة. هاخد التسعة مرة واحدة من هنا مرة. والاربعة هاخد اربعة واحدة منهم. وهلي يطلع هضربه في كام? هضربه في اتنين. تسعة زائد اربعة كمية سنة تلتة? ها? تسعة زائد اربعة. تلتاشر. تلتاشر في اتنين. تلتاشر في اتنين دي كأني بقول تلتاشر زائد ايه? تلتاشر. تلتاشر زائد تلتاشر ستة وعشرين. يبقى هنا عندي المحيط طلع بستة وعشرين. طيب. يا شاطرين بقى قلولي. ستة وعشرين سنتي ولا ستة وعشرين سنتيمتر مربع? لا احنا قلنا السنتيمتر مربع دي ما تنفعش ليه? لان السنتيمتر مربع دي مع المساحة. اما المحيط عشان احنا بنجمع اطول الاضلاة. فهاخد السنتي. يبقى ستة وعشرين سنتي. طيب. ناخد مثال تاني. لو جيت قلت. هنا معي مستطيل برضو. وجيت قلت هنا. انا عندي الطول سبعة سنتي. والعرض تلاتة سنتي. فبالتالي هيبقى الطول اللي قدامه ده برضو سبعة سنتي. والعرض اللي قدام ده برضو هيبقى ايه? تلاتة سنتي. طيب. تعالوا نجيب كده المحيط. يبقى المحيط بيساوي ايه سنة تلتة? بيساوي سبعة زائد سبعة زائد تلاتة زائد تلاتة. قلت هاخد السبعة مرة هنا مكررة مرتين هاخدها مرة واحدة بس. والتلاتة هنا مكررة مرتين هاخدها مرة واحدة بس. وهقول سبعة زائد تلاتة في كام? في اتنين. هنا سبعة زائد تلاتة كام سنة تلتة عشرة. 10 في 2 اللي هي 10 زائد 10 10 زائد 10 كام 20 20 ايه سنة تالتة الوحدة بتاعتها سنتيمتر يبقى انا كده عرفت عندي محيط المستطيل عايزة اقول بقى الاستنتاج بتاعه الاخير خالص محيط المستطيل بيسوي ايه احنا قلنا هنا بيسوي السبع هي السبع دي كانت ايه كانت طول زائد التلاتة دي كانت ايه كانت عرض يبقى الطول زائد العرض هضربهم في كام في اتنين طب تعالى بص كده لو عكس لي المسألة وقال لي هنا انا معايا مستطيل اداني المحيط بتاع المستطيل ب18 سنتي هنا مديني محيط المستطيل ب18 ومديني الطول بتاع المستطيل ب7 وبيقول لي اوجد العرض انا اول حاجة هجيبها هجيب نص المحيط لان احنا قلنا المحيط كله الطول زائد العرض في اتنين انا هاخد النص بس فيبقى نصه يعني ايه يعني هاقسم المحيط على الاتنين يبقى 18 على الاتنين فيها الكامية سنة تلتة 9 سنتي انا عندي نص المحيط بتسعة سنتي هو عايز اجيب مين؟ العرض هو نص المحيط هو عبارة عن ايه؟ نص المحيط ده عبارة عن الطول زائد العرض مرة واحدة بس المحيط كامل هو الطول زائد العرض وهاقررها تاني طول زائد العرض لكن انا عايز اجيب نص المحيط نص المحيط اللي هو طول زائد العرض طب انا عايز اجيب العرض هو نص المحيط 9 وعندي هنا الطول 7 يبقى هقول هنا كده 9 نقل 7 هيديني كمية سنة تالتة? تسعة. اشين منهم سبعة هيديني اتنين سنتي. يبقى انا كده عندي العرض بكان باتنين سنتي. طيب. تعال بص كده. مسألة زي دي. هو هنا عمل ايه سنة تالتة في المسألة دي? هو هنا قال لي ان المحيط باربعة عشر سنتي ومديني هنا مين ده? التلاتة دي ايه? التلاتة دي هي العرض. يبقى هو كده عايزني اوجد الطول. انا قلت اول حاجة هفكر فيها اللي انا هجيب او اول حاجة هعملها اللي انا هجيب نص المحيط. هو المحيط كله بكام? باربعتاشر نصه يعني هقسمها على الاتنين. اربعتاشر على الاتنين فيها سبعة سنتي. طيب. انا هو عايزنا جيب مين? الطول. الطول انا هعمل ايه? هاخد نص المحيط اللي هو السبعة ده. هطرح منه مين? هطرح منه العرض. اللي هي ايه? تلاتة. سبعة نقص تلاتة باربعة سنتي. يبقى انا عندي هنا اطلعلي الطول ده اربعة سنتي. تعالوا بقى اشوف انا عايز هنا المربع. لهو احنا عارفين المربع الاربع اضلاع بتاعته قد بعض. متساوية في الطول. طيب. ليعني لو انا قلت ان ده خمسة سنتي. يبقى ده خمسة سنتي. يبقى ده خمسة سنتي. يبقى ده خمسة سنتي. يبقى انا كده المربع اطوال اضلاع متساوية. لو انا عايز اجيب محيط المربع. محيط المربع بيساوي ايه? انا قلت المحيط يعني هقول خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة. هجمع الخمسة كم مرة? هجمع الخمسة اربع مرات. احنا قلنا كده طالما هما الاربع شبه بعض. يبقى هقول هنا اللي اتكرر عندي الخمسة. اتكرر كم مرة? واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى خمسة فاربع بكام? بعشرين سنتي. تمام كده سنة ثالثة? يبقى انا كده عرفت ان محيط المربع. محيط المربع بيساوي ايه? بيساوي طول الضلع في كام فاربع? ليه قلت طول الضلع فاربع? لان هنا عندي الاربع اضلاع قد بعض. فلو اداني مربع. وقال لي هنا ستة سنتي. يبقى انا من غير اه من غير ما اضرب او من غير مجمع. فهقول هنا كده على طول محيط المربع بيساوي طول الضلع فاربع. يبقى هضرب ستة فاربع بكام يا سنة ثالثة باربع وعشرين سنتي. طيب. هو انا لو عايزة بقى هو هنا مديني احنا قلنا محيط المربع بيساوي طول الضلع في كام فاربع? طيب. لو انا عايزة طول الضلع هعمل ايه? كل اللي هعمله هقول المحيط على كام? على الاربع. يبقى انا لو اداني المحيط وعايز طول الضلع هقول ان طول الضلع بيساوي كام? المحيط على الاربع. تعال بص هنا كده. هو ده الشكل هنا من دولي مربع. وهو بيقول لي هنا محيطه. بيساوي اربعة وعشرين سنتي. وعايز نحسب طول الضلع. عايز اعرف طول الضلع بكام? بيقول لي ايه وجد? طول الضلع. فانا عارفة ان القانون بتاع طول الضلع. طول الضلع بيساوي ايه? هيا سنة تالتة. احنا قلنا طول الضلع بيساوي المحيط. هقسمه على كام? على الاربع. المحيط عندي هو مدهولي اربعة وعشرين. اربعة وعشرين على الاربع فيها كام? فيها ستة سنتي. يبقى انا عارفة هنا كده جبت كده ان المحيط ستة سنتي. تعالوا تأكد كده الستة دي صح ولا غلط? انا انا عايز اجيب بقى المحيط. المحيط هيبقى ستة فاربعة. ستة فاربعة باربعة وعشرين. زي ما هو مدهالي بانا كده ماشية صح. بناخد اخر مثال. لو هو بيقولي انا عندي مربع. هنا ومديني محيطه. بيساوي تمانية وعشرين سنتي. وعايز احسب طول الضلع. احنا قلنا طول الضلع بيساوي ايه? طول الضلع بيساوي المحيط على اربعة. المحيط هنا تمانية وعشرين على الاربعة. فيها كان سبعة سنتي. يبقى انا كده عرفت ان اطوال اضلع المربع اللي قدامي كلهم بكام بسبعة سنتي. شكرا لسنتي.